رفقا بالقوارير برنامج هيقدمه أم مصطفى نجات من جنة هاجل تشوش الاشتراك في القناة اعملوا لايقات كتير 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 يا رب البرنامج يكون عند حسن ظنكم ازايكم يا أحلى متابعين عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وفرحانين ومبسطين وفي الهناء دايما عايشين اسكتوا يا جماعة أنا كنت أحدى كده لبية ولا علية وبقلب في النت أن لو لقلكم خير اللهم اجعلوا خير كل الستات أصحاب القنوات طلعين بفيديو وكاتبين العنوان تعالوا يا جماعة افرحوا معايا وفرحوني وهنوني وبركولي على فيلت الجديدة أنا اشتريت فيلة أنا قلت ايه ده يا اخواتي لكن ما كدبتش خبر ودخلت أجري على الفيديو بتاعها أن لو لقلكم واخداني في جولة فيلتها وفرش فيلتها وأنا بقى أعلق لها واكتب لها ألف ألف مبروك يا حبيبتي تتهني بيها يا رب وشوية ولقلكم واحدة تانية بتقول تعالوا يا جماعة افرحوا معايا وفرحوني وهنوني وبركولي على فيلت الجديدة أنا اشتريت فيلة أروح أنا ما كدبش خبر برضو وادخل وأروح معاها في جولة فيلتها واكتب لها وعلق لها ألف ألف مبروك يا حبيبتي تتهني بيها يا رب ويجعل أدمها أدم الخير عليك يا حبيبتي ما هو لازم برضو أعمل الأصول أمال إيه وأنا سيد من يفهم في الأصول لكن يا جماعة الحكاية زادت وشوية ولقيت حنفية فيلل اتفتحت في وشي وكل واحدة تطلع وتقول تعالوا فرحولي تعالوا هنوني تعالوا لي في جولة فيلتي قلت إيه ده هو إيه اللي بيحصل في البلد اشمع نانا يعني اللي قعدة في شقة أستغفر الله العظيم يا رب ديقة وحالتها حالة والجران ما يعلم بيهم اللي ربنا على طول فخناء مع بعض وأنا كمان نفسي أعيش في فيلة اشمع نانا يعني هو أنا أقل منهم واستنيت أبو مصطفى وأول ما فتح باب الشقة لقانف وشه زي العمل الردي وأنا أول ما شفته قلت له اسمع يا راجل انت أنا لازم أشتري فيلة لقيت الراجل تنح وبرق وقال انت بتعملي فيي مقلب يا ولية قلت له مقلب إيه يا راجل من إمتى أنا بعمل مقالب قال لي من تنت أكل دماغك قلت له لا يا فالح ده مش مقلب ده حقيقي ولازم حتما ولابد أشتري فيلة واخد متابعيني واتمنظر عليهم وقلهم تعالوا فرحوا وفرحوني وبرقولي واخدهم في جولة في فيلتي ولا يعني عايزني أخدهم في جولة في شقة المعفنة دي قال لي احمدي ربنا غيرك مش طايلها الشقة اللي انت عايش فيها دي ولازم ترضي عشان ربنا يرضى عنك وسبني أهري وانكت في نفسي شوروا علي يا جماعة أعمل إيه بس وإزاي أقدر أشتري فيلة عشان أخدكم في جولة فيها وأعمل إيه مع الراجل أبو مصطفى ده ده راجل ما عندوش طموح ودايما كده يقولي احمدي ربنا وارضي عشان ربنا يرضى عنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا نعرف مع بعض مشكلة النهاردة مساء الخير أنا متجوزة من سنتين ولسه ما فيش أولاد مشكلتي بيت حماية جوزي عنده أخوات بنات أكبر منه بكتير وجوزي وأنا في التلاتينات حماتي وحماية وبنتها وأحفتها وجوازهم عايشين في عمارة ملكهم لوحدهم وأنا جابوا لجوزي شقة 180 متر بعيد عنهم جوزي مهندس في شركة كبيرة هم مش بيعدلوا في المعاملة أبدا بيني وبينهم مثلا أخت جوزي تجيب لبنتها عربية وهي عيلة مفعوصة وأنا جوزي عربيته متوسطة حماتي تجيب لأحفتها هدايا كبيرة وأنا يدوب حتة سلسلة ولا خاتم وكمان في عيد ميلادي وبس بيسفروا برا ويجبوا لي كم حاجة كده اللي هو قال يعني أهو جبنالك عشان يردوا ضمرهم ويجيبوا لجوزي حاجات أكتر مني ومش بيغضون معاهم جوزي كمان مش طموح مرتبه متوسط يعني كم ألف بس بيديني ربع مرتبه مصروف إيد ليا والباقي بيجيب حاجة البيت كلها ومصروفه بقوله سيب شغلك وروح اشتغل مع جواز إخواتك يتخانق معايا وشايفني عوزة أدمر مستقبله بيقولي أنا مهندس عوزاني أبيع قماش حماتي الست اللي المفروض تقعد على السجادة وتزهد الدنيا متصابية كده وواكلة بعقل الراجل الكبير حلاوة وطبعا مش عاوزة أقول لكم بتتدلع وتتمايص عليه وهو رجله والقبر وإشي يروح عمره وإشي سفر بره وجوه ومضيع فلوسه عليها وإخواته اللي الوحدة منهم في منتصف الأربعينات يروحوا ينفخوا ويشفطوا عاملين زي الممثلات وبرضو كل واحدة منهم بتاخد من جوزها قد كده ده بدل ما يعملوا لأخرتهم عوزين إهتاني من الدنيا عاملين روحهم طيبين وفي حالهم كده ومسأل جوزي هم كده ليه يقول لي هم كده أنا من بيت محترم وأبويا وأمي ناس مش قليلة بس أنا ملزمة حاليا من أهل جوزي أنا خلاص بقيت وحدة من العيلة عندي أحلام من حقي أحلم هو أنا مش زي بناتهم أهله ظلموه وظلموني إحنا لنا حق في اللي هم فيه بقول كده لجوزي بيقول لي أني مجنونة دفلسهم وهم حرين فيها وفي الآخر بقى كمة الظلم بطلوا يتكلموا قدامي فأي حاجة بيخبوا علي طبعا وبيفضلوا قاعدين معايا في الصالون وما تحركش برحتي في البيت زي الأول ولو جم عندي هي ساعة ويمشوا ويجبوا لي طبع حلويات أو أي حاجة كده وخلاص محدش يقول لي صلي وقربي من ربنا وزبري لإني بعمل ده بس ربنا قال العدل وقال الواحد يعمل لأخرته وهم الدنيا وغداهم يعني أنت أخدت بالك من كل حاجة وكل تفصيلة في حياة حماتك وأخوات جوزك وما فيش مرة أخدت بالك من النعم اللي أنت فيها يعني ما فيش مرة قلت الحمد لله أنا عايشة في شقة 180 متر وفي ناس مش لقي قوضة تعيش فيها الحمد لله دخله جوزي من شغله مكفينة وزيادة وباخد مصروف شخصية بعيد عن التزامات البيت وفي ناس مش لقي يتأكل عيالها لكن عايز أقولك على حاجة واحدة بس أنت طول من تعينك على حياة غيرك عمرك ما هترضي عن حياتك وعمرك ما هتحسي بالرضى ولا بالسعادة أبدا بالعكس هتعيش ليلك ونهارك في جحيم يريد تقفل عنيك عن حياة الناس وافتحيها بس على حياتك هتعيشي أسعد الناس يريد تطلع الشيطان من تفكيرك اللي مخليكي مش شايفة غير النعم اللي عند حماتك وإخوات جوزك وعمياكي عن النعم اللي أنت عايشة فيها ولازم تعرفي أنت مش شايفة غير الظاهر ليك بس لكن انتش عرفك هما جوه بيتهم إيه البيوت أسرار وما حدش عايش في الجنة كل إنسان عنده حاجة منغص عليه عشته بس طالما فيه رضى فالإنسان بيعيش مرتاح البال فيريد ترضي بحياتك وتحمدي ربنا عليها أهلا بكل المتابعين كلمات أعجبتني إنه الرضى الذي يجعل الصعب سهلا ويجعل المرفوض مقبولا ويجعل القبيح جميلا إنه الرضى الذي يقلل من تأثير العجز ويملأ نفوسنا بروح الكفاح والسعي إنه الرضى الذي يملأ النفس سرورا فيجعل للألم مذاقا مقبولا الخير كله في الرضى فإن استطعت فرضى وإن لم تستطع فازبر من آثار الإيمان الرضى الذي يجعل الإنسان مستريح الفؤاد منشرح الصدر غير متبرم ولا ضجر ولا صاخط على نفسه وعلى الكون والحياة والأحياء الرضى اكتفاء بالموجود مع ترك الشوكة للمفقود من لا يرضى بالقليل لن يرضى بشيء أبدا وإلى حلقة قادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو تعرفي قصة أو حكاية ممكن تكون عبرة وعزة للآخرين فما تبخليش بيها على الناس وحاولي تنشريها وتفيدي بيها غيرك ولو في حياتك مشكلة ومش عارفة تحليها لوحدك ومحتاجة حد يشاركك في حلها اتواصلي معايا على رقم الوطس الموجود في صندوق الوصف وأنا هرد عليك وقدم مشكلتك ترجمة نانسي قنقر